صباحك دانا وصباح الخير مشاهدينا في هذه الفقرة رح نحكي فيها عن لعبة إلكترونية هذه اللعبة بتتيح باستخدام تقنية الـ VR التجول افتراضياً داخل بحات المسجد الأقصى المبارك والحديث أكثر عن هذا الموضوع عن هذه اللعبة اللي حملت اسم حارس الأقصى يسرني أن أرحب المبتكر محمد صلاح أهلا وسهلا فيك محمد يسعد صباحك وصباح المشاهدين صباح الخير محمد في البداية خلينا نعمل تسكير للمشاهدين أشياء لعبة أو تطبيق حارس الأقصى اللي أنشأتها عام 2019 لعبة حارس الأقصى تم إطلاقه في 2019 من خلال جمعية برج اللقلق ومجموعة من الطاقم اللي كان يشترعها اللعبة كان الهدف أنه كيف ممكن نعمل جولة افتراضية بالبلد الأقديمة بالبداية كان في الأقصى في المجد الأقصى المبارك الـ 144 دونوم كيف نخلي اللاعب أو الناس اللي مش قادرين يوصل لهذا المكان إيضا يوصل يتجول لجواته من خلال لعبة افتراضية على الأندرويد والآيفون طبعا اللعبة على مدار ثلاث سنوات تم تطويرها تم إضافة لغات جديدة عربي، إنجليزي، توركي تم إضافة معالم جديدة معالم القباب اللي داخل المجد الأقصى المبارك، الأسبلة الجامع القبلي، الجامع المرواني حتى في كازا ما حكيت أنه كيف ممكن نخلي الناس اللي مش قادرين يوصلوا يتجول لجو هذا المكان نتعرف عليه من خلال لعبة تفاعلية تعليمية تم الإجابة عن مجموعة أسئلة خلال اللعبة في أربع مراحل، كل مرحلة بنتقل على المرحلة البعدها من خلال بحث عن أربع صندق للكنز داخل الباحات المجد الأقصى المبارك بالإضافة كمان يجاوب عن أسئلة تعليمية بخلص مرحلة أولى، ثانية، ثالثة، والرابعة بيختم اللعبة من خلال أنه يلقى مفتاح اللي هو اللي بيفتح الباب المغاربة وهي كيف تنتهي اللعبة طبعاً هذه كانت فكرة بداية لأطلاق الأول لعبة حرص الأقصى بعدين تم تطويرها بعدة مراحل ورح نحكي عن وين وصلنا لقدام اليوم وين وصلنا في هذه اللعبة تمام، يعني أنت بتحكي أنك صمامة اللعبة بحيث تكون أكثر تفاعلية مساحة المجد الأقصى المبارك 144 دونوم في العشرات من المعالم فأنت بتحاول أنك تعرف الناس من خلال تصميمك لللعبة بعدة معالم، صحيح؟ صحيح، يعني تم بناء المعالم الموجودة في المجد الأقصى المبارك على شكل ثلاث الأبعاد بالتفاصيل الموجودة، بالتفاصيل القبة الذهبية، بالتفاصيل الجامعة المرواني، المجد القبلي كمان كل المعالم الموجودة تم عمل على بنائها بنفس الزخرة فتاعتها بنفس الفن الموجود فيها حيث أنه اللاعب حيث حاله أنه ذكنه موجود فيها هذه المعالم فعليا، البلعبة بحيث أنه هي فعليا بلعبة جوة الأقصى المبارك بصورة حقية تمام، سبب التسمية حارس الأقصى؟ يعني البداية راح أكون في أربع مراوحة زي ما حكيت في اللعبة بتختمها في الحارس بتبلش من زائر لسادن لمرشد لحارس ليش التسمية؟ لأنه خلنا نحكي إحنا بالنهاية هدفنا نحرص الأقصى وكيف نحرصها من خلال التعلم من خلال أنه نحن نعرف عن الأقصى أكتر، نتعلم عن الأقصى أكتر نجاوب عن الأقصى من ناحية أسئلة الثقافية الموجودة نعرف عنها أكتر هيك ندر نحرص الأقصى بهذه الفكرة كانت تمام، لو ننتقل للموضوع الثاني وهو تقنية الـ VR أنت حبيت أنك تطور من هذه اللعبة وتستخدم تقنيات متطورة وحديثة فكانت نقدر هلأ نلعبها، اللاعب يقدر يلعبها بانخلال تقنية الـ VR شرحنا أكتر، شو هي هالتقنية؟ يعني بالبداية إزيح نحن نحكي إنه رح نعمل شغلة نوقف، هذا غلط لازم دائما نواكي بالتطور والتكنولوجيا مش كل سنة تتطور، كل يوم تتطور قاعدة بشكل جديد فإحنا بالبداية إزيح نحكي تطورنا لعبة تحارس الأقصى على عدة مراحل لحد ما وصلنا للمرحلة الجديدة رح نحكي عنها اليوم الـ VR ببداي بحكي عن الـ VR شوي، إحنا عنا هنا موضيجين من الـ VR طبعا في أكتر من جهاز كل فترة كل شهرين ثلاثة أو كل سنة بطلع الشديد الشهر الماض نزل كمان جهاز جديد من شركة أبل اللي بحكي عن الـ VR والـ AR مع بعض إيش هو الـ VR أو الواقع الافتراضي بالعربي؟ هي تقنية من خلالها بقدر أنا أعمل تجوال 360 درجة، ثلاثة الأبعاد فأيش بدي إياه، سواء بالألعاب، سواء بالتعليم، سواء بالجولات الثقافية بقدر أجوال أي مكان بديع في العالم من خلال نظراته 360 درجة صحيح، الفرع إنه هاني بتحس إنك انت عجل قاعدة جوال مكان مش إنه بتحضر تلفزيون، مزل الألعاب للتلفون أو التلفزيون فهاني بتحس إنه إشي واقعي وبنفس الوقت بيكون افتراضي اللي هي الواقع الافتراضي بنحكي لها طبعا اليوم ما نطور عدة شغلات عليها وراح كعانها بالتفصيل خلال اللقاء اليوم طبعا هي بيكون عدة أنواع، يعني إحنا معنا هذا الجهاز نعم مثل هذا الجهاز نعم، هي طبعا كل سنة بيكون فيه فيرجن وتطوير للفكرة إذا بنعرف آخر سنتين تم تغيير شركة فيسبوك لإسم ميتا هي اللي بنشوفها هاي هي الميتا الميتا فيرس، هو عالم الواقع الافتراضي عالم ميتا فيرس الهدف بإنه دمج العالم بدل ما يكون كل الناس على التلفونات عادين على الفيسبوك أو تطبيقات أو الألعاب ينقلوهم على الـ VR طبعا فيه أول الزار كان هذا الهولي برو فيه الزار أكولوس 1، أكولوس 2 هاي الموجودة وفيه كمان قبل شهرين نيزل كمان أكولوس برو كمان فيرجن جديدة وكل سر أو كل شهر في إيش جديد يعني التحديثات موجودة اللاعب بيقدر يلعبها من خلال التين من خلال النظارة يقدر يتجول ويتفاعل ويجاوب الأسئلة صحيح موجودة في اللعبة رحك عن اللعبة كيف لقدام حاليا نحك عن النظر أكتر فيه عنا هنا الـ VR 360 درجة ويكون من خلال إديان اللي هو كأنه يتحكم بإديان باللعبة طبعا كيف طورناها بلعبة حارس الأقصى كان الهدف أن نحن نواكب هذا التطور طورنا كل المشروع واللعبة الموجودة على التطبيقات لهواتف الأندرويد والآيفون على النظارة من خلال رفع الأماكن على شكل ثلاث الأبعاد بيقدر لعب خلال النظارة يتجول 360 درجة يتعرف على المكان الناس اللي ما بيقدر يوصلوا لأسباب سياسية أو أسباب أخرى بيقدر يأخذوا هاي النظارة ويتعرفوا على المكان بكل تفاصيله هي الأقرب للحقيقة يعني بيقدر يشوف الصخرة جول داخل المسجد الأقصى المبارك داخل قمة الصخرة بيقدر يتجول يمشي جول الباحات يتعرف عليه من خلال الأسئلة الثقافية إحنا مش بديل للجولة الحقيقية أكيد يعني لا غنى عن الجولة الحقيقية لكن إحنا نوفر جولة تعليمية اللي بيحب يتعرف على الأقصى قبل ما يزورها بيقدر من خلال هاي النظارات وهي فرصة زي ما أنت حكيت لكل حدا مشتاق أو محروم من مجد الأقصى المبارك بأنه يزوره افتراضيا على أمل زيارة حقيقية بالنهارة هل هذا هو السبب اللي خلاك تطور من هذه اللعبة؟ أكيد يعني لكتير أزدقاء من برى البلد وهي كانت فكرة انطلاقها لللعبة كانت في البداية إعباراً أربع صور وإجابة يعني أنت تختار وين سؤال شو الإجابة بتاعته من أربع صور بتختار بيطلع لك الجواب هل هو صح لا لا لكن أنا في البداية الفكرة ما كان ما كنت راضي بهذا الفكرة وطورت إنه ليش ما يكون فيه عن جد إشي نبنيه 3D ونشطل عليه بليذل كتير عالي ونواكب هذا التطور وفعلياً بعد ما بلشنا أكتر من نصبه لين تحميل بلعبة حرس الأقصى وصلت بأقل من سنة وهذا كان نجاح لنا عشان نكمل للمرحلة الجاية اللي ممكن نحكي عنها كمان هذا عطاكم تشجيع ودافع لكم تكملوا في تطويرها لـ VR خلينا نحكي أن كل شاب في مدينة القدس أكيد يعاني من تحديات وصعوبات فإنت كشاب مقدسي ومبتكر لهذه اللعبة شو التحديات والصعوبات اللي وجهتها؟ يعاني من الصعوبات اللي وجهناها قبل التحديات غن نحكي الصعوبات إنه عشان نبني المجد الأقصى أو القدس صعبة تحكي إنه في معلم واحد رح تبنيه خلاص تطلق اللعبة لو بأماركا بتركيا بأي معلم بأي منطقة بالعالم تحكي إنه في بناية معاينة بأبنيها خلاص مهمة لكن بالقطس الصعوبة اللي كانت إنه كل حجر مهم فكنا كل حجر حط تفاصيله كل حجر حريص إنه أنت يتم ذكره ذكره تفاصيله كيف بنبنى كيف لونه حاولنا نركز أدو منيقدر على التفاصيل الموجودة في هذا المجد الأقصى بتحكي عنا مية أربعة بين دونهم بنناهم حجر حجر وهذا التحدي الثاني اللي بتحكي عنه اللي هو فيه كاميرات خاصة بتصور لك المعلم بطلق لك 3D هاي الكاميرات من نوع دخل على المجد الأقصى فاحنا شوقنا نعمال كنا نصور صور عادية لكل معلم لكل بلاطة ونحولها ل3D فهذا الشوقل بدأ معد معي يوم أعد معايا تعريبا سنة هاي من التحديات اللي كانت موجودة كتير أحيانا كان الاحتلال لصدر الكاميرات يمحي الصور بنرجع نعمل شغل نعول جديد هاي الضريبة اللي عايشين في مدينة القدس لكن انت قدرت انك بالآخر تنجز هذه المهمة وقدرت انك تاخد أغلب المعلم الموجودة في المجد الأقصى المبارك طيب لو نحكي على تطورات محمد شو رسم لقدام شو التطورات المستقبلية بخصوص لعبة الفيار المجد الأقصى كان بداية اليوم نحن نحكي عن تطوير لعبة لكل الأدس يقدر التعرلم عن الكنيسة عن الجامع عن المدرسة إلى آخره كل صور باب العمود كل الأبواب الموجودة الناس بحب يتعرفوا على كل الأدس فهذا كان الخطوة هل بقدر أبني كل الأدس 3D هذا التحدي كان الفترة تطلع من مساحة المسجد الأقصى المبارك تتوسع للبلد الأديمة في عليا اليوم احنا جهزنا عشر معالم موجودة عندنا أهم عشر معالم في الأدس والهدف أن نطور كمان معالم زي ما حكيت أنه كل حجر مهم في الأدس لكن بلشنا بمعالم رأسية زي كنيسة القيامة المجد الأقصى المبارك الأبواب الموجودة باب العمود باب الخليل الصور نفسه فحاليا نشرع لعبة يابوس لاند أرض يابوس هي كانت الفكرة الجديدة نشرع عليها من سنة تقريبا ولسه ما عنناها لحجم المشروع يعني احنا عشر معالم لسه ما أنجزناهم نتخيل التفاصيل الموجودة في الأدس طبعا حصد على جائزة هي جائزة التعاون اللي ساهمت بأن أطور هاي المشروع اليوم عندنا تقريبا عشر أماكن جاهدة تقدر جولة فيها ثري دي ثلاثة العبعات طبعا البرج اللقلق كشريك ودعم أساسي معنا الدكتور ريوس في النتشة اللي هو أساسي رقم أساسي بعد المشروع اللي بيطور المادة التقافية والتاريخية المادة والمحتوى كتير مهم بالنسبة إنا ويكون فعليا مدقق وكل معلوم مكتوبة فيه تكون صحيحة طبعا واللي بتعمله أنت هو أصلا مهم جدا لأنه توصيق لهذه المعالم توصيق وحماية لمعالمنا اللي بتمتهويدها بشكل مستمر في مدينة القدس خلينا نحكي كمان أنه أنت توسعت أكتر بتتوجه للمدارس أيضا لتعليمهم مش بس الألعاب هي ألعاب ترفيهية لكن أيضا ألعاب تعليمية نعم اليوم مشروعنا وهي شركتنا تم أسسها أسسها بالعشرين تانو عشرين شركة VR Station الهدف منها أنه ندرس الطلاب في مجال التكنولوجيا ونطوره منخليهم منتجين للتكنولوجيا مش مستهلكين بس يفكروا بأفكار جديدة ويفكروا إش هي التكنولوجيا إش ممكن يعملوا فيها اليوم نشتر على مدارس بنقل هاي الخبرة في مجال التكنولوجيا والVR بالمدارس من خلال ألعاب من خلال جولات تعلمية بالأدس والأقصى من خلال حتى ألعاب اليوم دي بنألعاب مش بس ألعاب برامج فعليا تعلمية باللغة العربية وهي إشي نادرة ليه موجودة بالVR لأنه لسه جديدة اليوم نبني تطبيقات لتعليم الطب البشري وتعليم الأحياع من خلال VR يعني الطالب يقدر يمسك يشوف الجسم الإنسان يمسك القلب يحركه طبعا باللغة العربية وهذا إشي نبني كبرمجة كمان مش بس إنه نستهلك التكنولوجيا إنه نستفيد من العب الموجودة أو البرامج الموجودة لا إحن نبني البرامج هاي تمام شكرا إليك محمد شكرا على وجودك معنا يعني أكيد كتير مهم إن المدارس أو الطلاب يتعلموا بهذه الطريقة خاصة إنه هذه الفترة بيكون الطالب بيقدر يكتسب من خلال التفاعل أكتر وهي وسيلة كتير ممتازة شكرا إلك يعني لو ننهي معك للمهتمين في التكنولوجيا شو بتحكي لهم؟ بختم بنصيحة للشباب والمهتمين بالتكنولوجيا إن التكنولوجيا كلهم تتطور وفيه فرص هائلة عندنا شباب المقدسي والفلسطيني إذا بقدر يفكروا بأشياء المشاكل الموجودة حوليهم ويطلعوا بتطبيقات وحلول رح يلقوا كتير فرص ونجحات في هذا المجال أنا بحكي لشباب أنه لازم يكون منتجين لهذه التكنولوجيا ونماكي بتطور ونخدم قطيطة وفلسطين من خلال التكنولوجيا صحيح شكرا إلك محمد ويعني نتمنى لك كل التوفيق في تطويرك لهذه التقنية وللعبة حرس الأقصى أو يابوس لاند شكرا إلك شكرا لك أعطيكم الله إلى هنا مشاهدين وصلنا لنهاية فقرتنا وباقي الفقرات مع دانا